نبدأ بقى مع حضراتكم وموضوع مهم جدا وإحنا كلمنا مبارح طبعا عن هذا الداربي وقلنا قد إيه كان الماتش غير متوقع وكلمنا كمان فكرة هنا أن انت تشوف مانشستر ينايتد بطل الدول الإنجليزي عشرين مرة في تاريخه مقارنة بالمانشستر سيتي اللي هي ثمان مرات في تاريخه فرق كبير جدا في الأرقام في التاريخ في اللعيبة على مدار برضو يعني تاريخ ده وتاريخ ده بس انت شفت مبارح كلم كتير جدا كمان بعد الماتش تحديدا كان عن اعتزال كريستيانو رونالد هو ده الملف الأبرز أو هو ده اللي لفت نظر الناس كتيرة من رواد كمان السوشيال ميديا والمحللين الرياضيين قالك يعني هو فكرة هنا حفاظا على تاريخ كريستيانو رونالد وهل ممكن أنه هو يعتزل الناس كانت بتسأل الناس كانت بتتكلم هل هو فعلا عايز مثلا يتوقف عند نقطة معينة هل كريستيانو حيلعب أكتر من كده هل كريستيانو حيروح لنادي تاني ولا لأ هو عنده 37 سنة زي محضراتكم عارفين لكن هل هيقدر على الملعب أنه هو لسه يصنع بعض الأهداف والتاريخ أو يكمل تاريخه اللي هو صنعه على مدار سنوات طويلة جدا ولا لأ ناس تاني قالت لك على فكرة الكلام ده لسه بدري عليه جدا طب ما هو كريستيانو رونالدو مش هيتحمل أصل مسؤولية خسارة منشستر يونايتد أمام منشستر سيتي لوحده يعني الموضوع ملوش علاقة خالص بكريستيانو رونالدو ده غير نيتان هاج عفوا المدرب أصل بتاع منشستر يونايتد هو مش بيعتمد عليه في التشكيل الأساسي زي ما حضرتكم عارفين فالموضوع هنا فيه كذا رأي هل كريستيانو إتس تايم زي ما بتقالي يعتزل ولا لسه بدري جدا مقارنة برضو بأسماء كبيرة زي كريستيانو رونالدو عندك يعني إبراهيموفيتش عنده 41 سنة والحد دلوقتي بيلعب ميسي 35 سنة والحد دلوقتي بيلعب ففكرة أنه كريستيانو يبقى عنده 37 سنة والناس بتادت تتكلم على فكرة اعتزاله برضو أمر عليه علامات استفهام فخلينا نشوف كده اللي هيحصل الفترة اللي جاية